السلام عليكم. اهلا الابنائي وبناتي. طلاب وطلبات الصف السيني الاعدادي. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن منهج شاين ثري. منهج المستوى الرفيع. ندرى النهاردة يونيت فايف. الواحدة الخمسة هناخد فيها اول درسين. وده الجزء الاول منهم هنكمل الجزء التاني ان شاء الله في الفيديو الجاي. تابعونا ان شاء الله. نشوف كده. شيفني قدامنا هنا. عندنا هنا conversation. conversation يعني محطة. اتنين بيتكلموا مع بعض. مين ومين? هالي بيقولي. شفت لوسي على الفطور. قالت ان هي شافت ghost. ghost يعني شبح. last night. شافت شبح الليلة الماضية. she'd seen. الاباسترو فيدي ده اقتصار كلمة had. she had seen. ده زمن اسمه past perfect tense. الول ماضي التام. she said she was really upset. she said يعني قالت ان هي كانت بالفعل upset يعني مضطربة او متوترة او انا. او متضيقة. اه فقالها 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 اجاوست شبح. ايضان بليفت. انا مش مصدق الكلام ده. she said she wasn't making it up. قالت ان هي مش بتقلف الكلام ده مش بتختارع يعني. it was in the middle of the night. حصل ده في منتصر في الليلة. she'd gone downstairs to get something to eat. نزلت تحت down stairs يعني في الطابق اتصف لي. دور الارض يعني. عشان ايه. تجد something to eat. عشان تجيب حاجاتها كلها. then she heard someone moving around. بعدين سمعت صوت حد كده بيتحرك. in the kitchen. في المطبخ. she thought it might be Alison. قالت ممكن تكون Alison. but then she heard someone singing quietly. بعد كده سمعت حد بيغني كده بهدوء. it was a boy's voice. يعني كان صوت ولد. voice اللي هو صوت الانسان. it was dark but the fridge was open. الدنيا كانت ضلمة لكن التلقة كانت مفتوحة. and she could see someone standing there. وشافت واحد واقف هناك. so she went in and turned the lights on. the lights on. عشان كده دخلت وملعت النور. turn on the lights. or turn the lights on. يعني ولع النور. who was it. طيب مين ده بقى. it was someone she'd never seen before. ده كان شخص عمرها ما شافته قبل كده. she'd never seen. برضو الاباسترو في دي اختصار كلمة had زي ما اتفقنا. وده زمان الماضي التام. she said she'd never been so scared in all her life. قالت كمان ان عمرها ما كانت مرعوبة بالشكل ده. واخدين بنا من كلمة she said. she said يعني هي قالت. لما اجي احكي كلام حد قاله. بقول she said. وبعدين اجيب جملة بنسميها غير مباشرة. هنتكلم عن القاعدة دي ان شاء الله في الفيديو الجاي بإذن الله عشان نشرحها بالتفصيل. the boy took one look at her. الولد ده بصلها كده. and ran out of the kitchen. وبعدين خرج هرب من المطبخ. she followed him down the corridor. مشيت وراه في الطرقة. the corridor اللي هو الممرأة والطرقة. then something scary happened. بعد كده حصل شيء مخيف. scary يعني مخيف. what? لا ايه هو. Lucy said she wasn't sure. Lucy قالت ما كانتش متأكدة بالزبط. هو بنحكي اللي هي قالت وفي كل شوية نقول ايه. she said Lucy said. Lucy said. وهكذا. the boy seemed to go straight through the wall. حصل ايه بقى الحاجة اللي تخوف الولد. ظهر قدام ها وكأنه بيدخل في الحيطة. بيمشي جوا الحيطة. اختفى فيها. one minute she could see him running in front of her. وبعد دقيقة واحدة شافته قدامها. بيجري قدامها. and the next minute he disappeared. دقيقة اللي بعدها اختفى تاني. واو. what happened then? قالها معقولة وايه اللي حصل بعد كده. she went upstairs again. upstairs يعني طلعت فوق الطابق الاعلى الطابق العلوي. and told Elkie what she had seen. وحكت لElkie اللي هي شافته. but Elkie told her she was dreaming. لكن انت قالت ايه انت كنت بتحلمي. Lucy got annoyed. Lucy غضبت ايضايت. and said she would tell everyone about it in the morning. وقالت انها تقول للجميع الصبح. do you think it really was a ghost? تفتكر ان ده كان شبح فعلا. or is there someone else living here? او هي في حد تاني عايش هنا. someone ويدن وبعض حد احنا ما نعرفش عنه حاجة. it's really weird. قال له ايه بقى. ده عشي غريب. weird يعني حاجة غريبة او مخيفة. isn't it? i wonder who was it? انا بتعكب. يا ترى مين ده? who or what? تقول هو من ولا ماذا? يعني بتكلم عن انسان ولا عن شيء. Lucy is sure she saw a ghost. Lucy متأكدة ان هي شافت شبح. i don't believe in ghosts. يعني ايه believe in? يعني يؤمن بيصدق فيه. اعتقد فيه. انا مش ما اعتقد ان فيه اشباح. i think it was just someone playing a trick on her. اعتقد ان ده شخص كان بيلعب عليها خدعة بيعمل الخدعة. well lucy talked to rick at breakfast. اعتلو منش نتحسنا. ولوسي بقى اتكلمت مع ريك في وقت الفطار. she asked if acee was haunted and rick told her that there was a ghost in the house. فقالت فبتسأل هل مكان ده كان مليان بالاشباح? haunted يعني مسكون بالاشباح. وريك قال لها انه كان فيه فعلا ghost يعني شبح في المنزل. he said it was the ghost of a sailor who had drowned in a shop rack. قال ان الشبح ده كان شبح لبحار غرق. drowned يعني غرق في المياه. ان الشابرق في حطام سفينة. لما سفينة غرقت. then lucy wanted to know how all the ghost was. فلوسي كانت عايزة تعرف. عمر الغوست ده الشبح ده عمره كان قدي ايه. and rick said he was a hundred years old. قال لها عمره ميت سنة. lucy got angry and told rick to shut up. طبعا غضبت لانه شفت ولد صغير مش رجل عجوز. وقالت له يسكت. shut up يعني يسكت. rick was just teasing lucy. طبعا ريك بيقول لها ريك شكله كده كان بس ايه بيديقها. او بيغزها. teasing يعني بيغزها. yes but she did see someone last night. قيلت له بس هي بالفعل شافت شخص الليلة الماضية. she isn't making it up. هي مش بتخترع مش بتألف مش بتكذب يعني. i know i'll stay up all night tonight. اللي هنعرف. وهفضل صهران طول الليل. اللي لدي هنكتش whoever it is. وهمسك اي حد ايا كان. then we'll know if there is a ghost or not. بعدها هنعرف يا طرى في فعلا شبح ولا لأ. do you want to come ghost hunting with me tonight? بتحب بتيجي معاية استاضي الاشباح. اللي لدي. i don't know about that. ايضا انا ما عرفش حاجة عن الحاجات دي. but you can do some clothes hunting. now it. لو انت الوقت بقى تعمل صيدة للملابس. manuel can't find his jacket. مش لقيت jacket بتاعه anywhere. and he asked me if i could help find it. وطلب مسألني هل يا طرى اقدر اساعده في ان انا لقيه ولا لأ. كل دي حاجات بنحكيها بتحكيله حاجات حصلت. اما اجي حاجة احكي حاجة حصلت لحد تاني. بستخدم صيغة اسمها المباشر والغير المباشر report speech. وان احنتكلم عنها في الفيديو الجاية ان شاء الله. تابعوني بازن الله. بعد كده. كمان الكي بتسأل عن الجمبر بتاعها البلوفر بتاعها. and تارا wanted to know where her green rucksack was. وتارا عايزة تعرف راكسك الحقيبة بتاعتها فان. come on then. هيا بنا. اذا. with better hurry up. while there's still some clothes left. لازم نسرع طالما لسا فيه فضوة متبقية. دي كانت الكمبرسيشن بتاعتنا نشوف بقى اهم الكلمات. واللي عايز ياخد سكينشوت من الكلمات ويحفظها يقدر يعمل كده دلوقتي. يلا اقول معي كده repeat after me. surprise. ghost. upstairs. downstairs. scared. scary. barbecue. activity. dream. bang. squeak. sneeze. splash. upset. believe. voice. corridor. disappear. disappear. footsteps. teenager. organize. joke. alone. whistle. whisper. suddenly. a vacuum cleaner. haunted. weird. shipwreck. rucksack. strange. knee. truth. sailor. drown. tease. several. wonder. exactly. horrible. ghost hunting. annoyed. معنى هي annoyed. دي دفنشن زي تعريفات نخد بلنا منها. annoyed معنى quite angry. يعني متضايق. غضبان جدا. bang. معنى هي صوت الفرقة. allowed noise. clap. معنى هي سقف. make a noise with your hands. إنك تعمل صوت بأيديك. corridor. الوطرقة أو الممر. it joins two rooms in a house. حاجة بتربط بين القطين في البيت. downstairs. الوطر السفلي. the opposite of upstairs. عكس كلمة upstairs. الوطر العلوي. squeak. اللي هو a high noise. يعني دوضاء صوتها عالي قوي. اللي هي بتبقى صوت الباب. أما نجي نفتح الباب كده. اللي بيعمل صوت. يعني نسميه صرير الباب. turn on. the opposite of turn off. turn on. يعني يشغل اي جهاز او يولع النور او كده. وعكسها turn off. vacuum cleaner. اللي هي المكناسة الكهربائية. machine you use to clean with. آلة بنستخدمها عشان ننظف. whisper. معناها هي. speak very quietly. يعني اتكلم بهدوء جدا. whistle يعني يصفر put your lips together and blow. ان احنا نضم شفايفنا كده لبعضها وننفخ. يبقى نطلع صوت اسمه whisper. نشوف تصرفات الافعال بتاعتنا. repeat after me. نشوف تصرف 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 تص ring, rang, rang phrasal verbs with up phrasal verb اللي هو الفعل اللي بعديه حرف جر بيغير معناه عندنا بقى phrasal verbs النهاردة كلها معناها حرف جر up نشوف كده معناهم get up معناها يستيقظ يعني get out of bed grow up معناها يكبر get older hurry up معناها go faster يعني يسرع make up يعني invent a story يعني يألف ويختلق قصة ring up معناها telephone يعني يتصل بالتليفون shut up معناها stop talking يعني توقف عن الكلام stay up معناها not got a bad يعني يسهر use up finish something ينهي يخلص حاجة idioms and expressions تعبيرات مهمة نخد بنا منها read after me move around run out of in front of have fun play trick on stay up all night take a look go straight get annoyed run after get angry make noise prepositions حروف جر برضو نحفظها كويس turn on turn off turn on يعني شغل جهاز turn off يعني يقفله in the middle of في المنتصف tell about laugh at لاسخر من ما laugh at find out believe in يؤمن بي want to ask about know about speak to opposite كلمات وعكسها upstairs مع عكسها يبقى downstairs appear disappear get up sleep light dark fast slow find miss or lose شوك بقى صوت الباب مثلا صوت الموبايل يتقل عليه sound the sound of my mobile is very high يعني صوت موبايلي عالي جدا يبقى صوت الاشياء اسمه sound لكن الانسان اسمه voice go upstairs يعني صعد للدور العالي ويطلع فوق عكسها go downstairs يعني ينزل للدور السفلي she went upstairs وبعدين she went downstairs play a trick on معناها يخدعي يتحكى على حد يعمل عليه خدعة i think it was just someone playing a trick on her يبقى play a trick on معناها يلعب خدعة او يعمل خدعة لحد حرف الجر هنا ايه on drown معناها يغرق بتيجي للاشخاص لكن كلمة sink معناها يغرق بتيجي للاشياء يعني ايه ماقول شخص غرق زي مثلا البنت غرقت the girl drowned in the sea last week the girl ديت انسان يبقى ما ينفعش اجيب معاه sink كمان بجيب لها كلمة drown لكن لما اقول السفينة غير ات السفينة ديت شيء ما هيش عاقل يبقى السفينة The ship sank in the ocean يبقى الاشياء اجيب لها sink لكن الاشخاص بجيب لها drown head better معناها من الافضل بيجي بعدها فعل في المصدر وباختصرها دايما head بعمل بدلها ايه apostrophe d زي المثال ده we'd better hurry up الابستوفي دي دي اختصر كلمة head يبقى head better معناها من الافضل او يفضل وبعدها فعل في المصدر عشان كده جبنا hurry هنا infinitive في المصدر look like معناها يشبه what does the ghost look like شكله كان ايه شكله كان ايه استخدم كلمة look like sound file الصوتيات اللي عندنا هنا بنتكلم عن الاصوات دي اللي هو air و ايه في فرق بسيط جدا بينهم ناخد بالنا كده ونسمع repeat after 100 قولوا معايا scare الجملة الكلمة اللي قدامها بنطقها ازاي scare hair hear air ear dare dear chair tear فرق بسيط في الصوت لكن لازم ناخد بالنا منه كويس speaking سؤال المواقف بتاعنا اللي بيجي لنا situations اللي وراء what you would say اكتب اللي تقوله في المواقف التالية لما يجي يقول لي مثلا هنا what can you hear ما زد استطيع ان تسمع ارد اقول له ايه I can hear something banging ساميه الصوت فرق what can you see ما زد استطيع ان ترى I can see someone standing there شايف حد وايف have you seen the ghost هل رأيت الشبح or yes I have when did you see it شفتو امت I saw it last month الشهر الماضي were you alone هل كنت مفردك yes I was did anyone else see it no هل حد تنشافه no كمان عندينا الرايتين جايد ازاي نكتب how to write a story describing what you heard and what happened ازاي يكتب قصة اوصف فيها هل انا سمعته ولا حصل في كلمات معينة باستخدمها لترتيب الاحداث اول حاجة طبعا ببدأ القصة بتاعتي it was dark night and it was raining hard ببدأ بالاحادث الرئيسي اوصف الزمن كان شكله ايه ليه لكان شكلها ايه كان الدنيا بتمطر ممكن كمان اقول المكان وكده باستخدم كلمة زي كلمة suddenly suddenly يعني فجأة دي ان الكلمات بقى اللي هي بتعمل كده ايه تشويق وانا باكتب كده suddenly بعدها we heard a car coming سمعنا عربية جاية then كمان كلمة then من الكلمات اللي باستخدمها وانا بحكي احداث معينة then معناها سمة او بعد ذلك we heard the front door opening بعدين كلمة after that after that برضو معناها بعد ذلك من الكلمات اللي باستخدمها لترتيب الاحداث we heard footsteps gone upstairs معنا خطوات كده طلع فوق i turned on the light and i saw something strange فنورت النور وشفت شيء غديب لما اجي احكي احداث حصلت من الكلمات اللي انا باستخدمها suddenly او كلمة then يعني ثم وafter that بعد ذلك ممكن كمان استخدم في الاخر كلمة finally او كده نرتب احداثنا كويس واحنا بنوصف او بنحكي قصة معينة حصلت شو بقى فهمني النهاردة write what you would say in the following situations سؤال الموقف زي ما اتفقنا number one you ask your friend if he saw a ghost بتسأل صديقك هل شاف قبل كده شبح او هل شاف شبح ولا لا اقول له ايه did you see a ghost هل رؤيته شبح السؤال هنا جاي if he saw a ghost لو كان هو شاف في الماضي يبقى اسأله برضو السؤال في زمن الماضي والماضي البسيط باجي فيها لمساعد did يبقى did you see a ghost number two your friend wants to know why you came late صديقك عايز يعرف ليه انت جيت متأخر اقول اي سبب اي سبب اخرني مثلا اقول له i came late because there was a traffic jam لان كان فيه زحمة مرورية you wonder why your brother got low marks in the exam بتتعجب you wonder يعني بتتسائل او تتعجب ليه اخوك جيب درجات قليلة في الامتحان هسأله ازاي السؤال ده هقول كده why did you get low marks in the exam اما لايك كلمة you wonder معناه انك بتسأل بتتسائل اسأل سؤال يبقى اقول له لماذا يعني why why did you get low marks in the exam استخدمنا ال dead عشان بسأل في زمن ايه الماضي البسيط number four your sister asks you if you believe believe in ghosts اختك بتسألك لو كنت بتؤمن بالاشباح بتصدق بتعتقد فيهم ولا لا هنا اختي اللي بتسألني يعني انا هجاوب اهم حاجة في سؤال الموقف اعرف انا اللي بسأل ولا انا اللي بجاوب فانا هرد اقول له number three i'll never up the night again اسمها ايه get up مش هستيقص بعد كده اثناء الليل i'll never get up in the night again لما شافت حاجة مخيفة بالليل فقعت لا مش هقوم بعد كده بالليل number four we heard going up stairs سمعنا ايه طالع على فوق foot steps خطوات الارجل تمام we on the light to see what happened نورنا النور اسمها ايه we turned on the light number six the sailor head in a shipwreck a sailor البحار حصله ايه had drowned in a shipwreck يعني غري فيه طمزفينة the policeman ran the thief البحار ران ايه ran after the thief يعني جارة وراء illis يجري ورا اسمها run after نرجع كلماتنا وحروف الجارة بتاعتنا والفريزر البربس كويس جدا نهارده خلصنا الجزء الاول من الدرسين الاولين نكمل ان شاء الله المرة الجاية وقاعدة مهمة جدا عندنا اللي هي report speech مباشر وغير مباشر تابعوني نكمل منهج ان شاء الله مع بعض thank you goodbye